صباح الخير أو مسائل خير على حسب انتوا هتشوفوا الفيديو امتى النهاردة اليوم الخمستاشر بيقول دعني اشعر بك انني في المنزل مجددا كلنا عارفين ان البيت هو مصدر الامان والسعادة لكتير مننا تخيل بقى ان هو هنا بيقولك ما تربطش نفسك بالبيت حاول تاخد شعور السعادة والامان والراحة من اشخاص ايا كان هما مكانهم فين او انتوا قاعدين فين دور على الاشخاص اللي بتديك الراحة والسعادة كأنك في بيتك بيقولك دور عليهم في العائلة او حد من صحابك او حد عزيز عليك السؤال هنا ليه محتاجين يدور على الناس اللي نحس معهم كأننا قاعدين في بيتنا في كل بساطة احساس الراحة والامان والسعادة دي من الحاجات اللي احنا محتاجينها على طول لان فيه حاجات كتير بتحصل في الحياة ما بتبقاش لطيفة الحياة السعادة بتدينا كل اللي احنا عايزيني وساعات بتاخد مننا عز حاجة بدملكها في وجود الاشخاص ديت بيهون علينا الحياة طيب السؤال التاني ايه مواصفات الاشخاص دي اول حاجة يكون شخص هين لين تاني حاجة يكون شخص مفيش بينك وبينه مصالح تالت حاجة يكون شخص امين على اسرارك رعب حاجة يكون رعب حاجة ما يكونش دايما بينتقدك ما يكونش دايما بيبقى واقف على الوحدة خامس حاجة واخر حاجة وقت الغضب وقت الخلاف ان هو ما يكونش وقت الخلاف ان هو ما يكونش عدو ليك لأ يكون عارف ان احنا مختلفين احنا مختلفين في الافعال بس مش في الاشخاص لو لقيت شخص بالمواصفات دي كلها ولاك الف مبروك انك لقيد حد تقعد معاك انك قاعد في بيتك فدمتم بخير اتمنى ان انتو تلاقوا الاشخاص ديات اتمنى ان احنا نكون نفسنا الاشخاص دي نكون هينين لينين مع الناس ومع نفسنا عشان الدنيا مش مستهلة كل الصراعات احنا فيها اتمنى تكونوا استمتعتوا واتمنى تحسوا القناة بتاعتي كأنكم قاعدين في بيكم بالضبط دمتم بخير مع السلام